والحوار بنا جدا طبعا كلنا للأسف الشديد بنلبس أقنعة مزيفة في فترة الخطبة هي فترة جميلة للطرفين كل واحد بيحاول يظهر للتاني أجمل ما فيه من صفات وأجمل ما فيه من خلق وأخلاق طبعا للأسف الشديد بعد الزواج بتتساقط تلك الأقنعة وبيحصل حالات طلاق متزايدة خاصة بنشاهدها في المجتمع المصري في الفترة دي بالذات فيه عدد من الطلاق كبير جدا طبعا ده بيرجع لأسباب أكيد بتبقى مبنية على سوق اختيار ما قبل الزواج عدم تكافؤ مثلا تسرع كل ده هنتعرف عليه في موضوعنا النهاردة وهو موضوع الخطبة والأقنعة اللي بنلبسها ما قبل الزواج والكلام المعصول زي مثلا أنا مش هخليكي عايزة حاجة وأعمل كل نفسك فيه واريت الجملة دي نحطه تحتيها وخطوط كتير جدا حطينا خطوط كتير تمام علشان الكلمة دي بالذات ما فيش رجل ما بيقولهاش أنا مش هخليكي عايزة حاجة وأعمل كل حاجة الأحلام الوردية اللي بنبني عليها حياتنا ومش بنبقى شايلين هم المسئولية ولا شايفين المسئولية ما بعد الزواج هتبقى شكلها إيه خاصة لو جي بعد كده أطفال طبعا ويعيب الحياة الاقتصادية والماديات وحاجات كتير جدا فكل ده هنتكلم فيه النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ دكتور محمد النجار من علماء الأزهر الشريف وهو ضيفنا الكريم النهاردة في حلقتنا وخالونا نرحب به أهلا بحضرتك يا فضيلة الشيخ نورتنا النهاردة طبعا أنا يسعيد من أن أكون مع حضرتك في أول حلقة من حلقات برنامج هذا ديونينا بعد توقفه إحنا توقفنا لشهور طويلة والنهاردة إن شاء الله نعود بأول حلقة وحضرتك معنا ومنورنا وهنتكلم عن فترة ما قبل الزواج وهي فترة الخطبة عايزين نعرف الأول إيه هي الخطبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلاة أكملاني أنوراني أظهراني على سيد ولد عدناني محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعده الخطبة في اللغة هي أمر بين الرجل والمرأة وفي الإصطلاح الخطبة تعني رباط بين أسرتين للرجل والامرأة وهي وعد بالزواج هذا تعريف الخطبة لكن الخطبة في الإسلام لها تعريف كبير جدا ولها أداب كبيرة جدا وضوابة كبيرة جدا ما هو ده بقى اللي احنا نتكلم عنه وأداب وضوابة الخطبة طب لما نيجي نتكلم عن أداب الخطبة تبقى زي إيه؟ أولا المرأة في الإسلام لها مكانة غالية جدا إذا تحدثنا عن المرأة فهنتكلم عن بيت هنتكلم عن والدة عن أم هنتكلم عن زوجة هنتكلم عن أخت هنتكلم عن بنت إذا أردنا أن نتكلم عن المرأة هنتكلم عن السيدة عائشة هنتكلم عن السيدة خديجة هنتكلم عن كل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا إذا أردنا أن نتكلم عن المرأة هنتكلم عن هاجر هنتكلم عن سارة إذا أردنا أن نتكلم عن المرأة هنتكلم عن ماشطة آل فرعون إذا أردنا أن نتكلم عن المرأة سنتكلم عن زوجة فرعون فالمرأة لما كرمها الإسلام ما كرمهاش كأم لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنه أبو هريرة قيل له قالوا يا رسول الله من أحسن الناس بحسن صحابتي فقال له أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فلما أراد الإسلام أن يكرم المرأة كرمها أم ولو كان الإسلام مش عايز يكرم المرأة إلا كأم بس كان كفى لأن منزلة الأم كبيرة جدا وفضلها عظيم جدا على كل واحد فينا لكن الإسلام كرم المرأة أما وزوجة فالنبي صلى الله عليه وسلم على العرفات وقف وقال استوصوا بالنساء خيرة تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الأعراض وتكلم عن الدماء وتكلم عن حرمة الربا وتكلم عن كل الحرمات قال استوصوا بالنساء خيرة فإن لهن زمة فإن لهن رحمة فالنساء لها مكانة خاصة في الإسلام فلذلك لما شرعت الخطبة في الإسلام وضع النبي صلى الله عليه وسلم لها آداب وأحكام من آداب الخطبة أول شيء أن لا يتجرأ الخاطب على خطبته بأوامر ونواهي معلش شيء هي بيت أبوها لسه ما قيتش في عسمتك الخطبة ما إلا وعد بالزواج كما قلت الآن لما أنت تقعد تؤمر وتنهي فيها وهي لسه بيت أبوها أو ما لما تروح عندك هتعمل إيه والمرأة لابد وهي تحس بأمان مع زوجها فلما أنت في فترة الخطوبة ما تحسش معاك بالأمان ده يبقى بعد الزواج هتحس معاك بضياع مش بأمان زي ما كتير من بيوت المسلمين حسها بضياع الآن وزي ما نتكلم إن شاء الله في النقطة دي لكن بقول أن أول نقطة أن هي تحس معاه بالأمان ما تقعدش تؤمر وتنهي فيها دي أول نقطة النقطة الثانية أن الخاطب لا يحل له أن يخلو بمخطوبته بمعنى ما ينفعش أن أنت دخلت البيت أو أنت مثلا عارف زي ما كتير من الشكاوين ما بتجنة والأسئلة ما بتجنة مامتها بتنزل تروح الشغل ووليدها بينزل يروح الشغل أخوها مش موجود في البيت أختها في الدرس فيروح صاحبنا يقعد معها في البيت لوحده طيب أنت دلوقتي أصبح لا يوجد محرم ما فيش ولي أمري للزوجة في البيت علشان خطر أنت تدخل وتقعد معها هي أنت دلوقتي ما فيش هو أنت اللي بينك وبينها وعد أن في زواج طب ما ممكن يحصل بينك أي خلاف وتفض هذه الخطبة تماما ما يبقاش فيه أصلا خطبة لكن أنت دلوقتي لما تصل بك الأمر أن أنت تجلس معها بدون محرم فهذا غير محلل في شرع الله تبارك وتعالى تمام ما هو أنا برضو الخطبة دي بيسبكها رؤية شرعية نعم أنا عايزة أعرف إيه هي الرؤية الشرعية في الإسلام الرؤية الشرعية يحل للخاطب أن ينظر إلى خطيبته نظرة شرعية لوجهها العلماء اختلفوا في النقطة دي كتير منهم اللي قالوا أديها ومنهم اللي قالوا من شعرها ومنهم اللي قالوا من جزء من رقابتها لكن الراجح أنه يرى وجهها طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أهل رجل من الأنصار لما جاءه وقال له يا رسول الله أني سأخطب فلانا فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أني فلانا ديت من الأنصار فقال له أنت نظرت إليها أنظر إليها كويس لأن في أهل الأنصار عينهم فيها حاجة في شائبة في عينهم يعني مثلا ممكن تكون عينهم مكسورة أو مثلا محولة شوية فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له نبص لها كويس فقال له نعم نظرت إليها تمام يعني ده برضو يخلينا نقول أني لازم من الرؤي يعني أن الخاطب يشوف خاطبتك قبل أن يذهب إلى بيتها لا مش قابل في بيتها وادخل البيوت من أبوابها ما هو ده لما حضرتك بتقول بيقول له نظرت إليها فقال له نعم نظرت إليها نظرت إليها في بيتها لا 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 مش في الشارع هو ممكن يترقبها يترقبها بنية أنه هو حيروح يدخل بيتها مش مش بنية أنه هو يراح يعكسها أو مثلا حيصحبها أو حيمشي معها أو حيخرج معها كورنيش أو في أي مكان زي ما احنا بنشوف دلوقتي بالمهازل ما شاء الله يعني على الشباب فبنقول أن الفترة الخطبة أنه هو عايز يشوفها يروح لها البيت يقعد معها في وجود أهلها في وجود والدها والدتها ويشوفها الرؤية الشرعية مرة واثنين وثلاثة لو حب زي ما هو عايز تمام احنا معنا اتصال من آية فضالي يا أستاذ آية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي اتفضلي يا فندي يا عم الشيخ أنا ست متزوجة حدث مشكلة بيني وبين زوجي زوجي حلف على مامته جل عليها التواجد الثلاثة من المراطي اللي تطلعي معي للوقت اللي هي تطلع عندي يعني بس هي ما تقدرش تطلع عندي يعني عايزة عقل حلفان دهو هي ما تقدرش تطلع عندي حضرتك ليه؟ لا هو كان في مشاكل وبعدين هي ستة كبيرة ودهو برض ما تقدرش تطلع السن يعني هو زوج كمان كبير كبير في السن يعني؟ لا صغير بس هو كان في مشكلة بينه وبين أخوص وحلف عليها الحلفان دهو حالة تطلع تشوف الحاجة اللي هو ايه؟ عايزها تشوفها فوق هم هم ما كانوا بتخنقوا عليها هم الاثنين فهي انا عايزة يوري مامته حاجة دي بعيزة فهو مامته مش قدرت تطلع فانا بس أسأل بس عقل الحلفان دهو هل ده حلفان ولا طلاث طب ايه اللي حل فيها؟ بس هو الزوج اللي حلف على زوجته ومش على أمه صح كده؟ ماشي. الله حلف على زوجته بالتلاثة من المراطي يا مام انا تطلع معي دلوقت ويا ما طلعتش اه على مراطي طي تمام حددك في مجسويل اه 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 اجاو؟ طي فضلت الشيخ يرد على حدرتك تفضل اه ده يسمى يمين معلق يعني هو حيفضل اليمين ده موجود لحد ما والدته او والدة حضرتها يطلع تطلع شقة فوق لو ما طلعتش يصبح اليمين معلق يعني يصبح فيه دلوقت طلقة معلقة اه ما طلعتش هي ما هي بتقول حدرتك ان هي ما طلعتش هيفضل اليمين معلق طب يعمل اي دلوقت؟ ولا حاجة لازم الامة يا اما تطلع يعني تيجى على نفسها شوية وتطلع علشان خطر الدنيا تمشي واليمين ما يقعش يعني ممكن بعد الوقت اللي هو كان عايزها تطلع عشان تشوف حاجة معينة وفاتت تطلع عادي بعدها هو كان عايزها تطلع في الوقت ده علشان عايزي يوريرها بعاجة لا وقعت طلقة وقعت طلقة اه وقعت طلقة تطلعتش فوقتها حاجة معينة هو حلف عليها تردها بقى خلاص عادي ده على اساس ان هي طلقة اولى او طلقة اولى اه طلقة اولى اه تمام احنا معنا اتصال اخر من هناء تفضلي يا سيزا هناء السلام عليكم ايوه تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا سيزا هناء انا سامى حضرتك السلام عليكم سيزا هناء طيب هو واضح ان الاتصال تقطع اه اه اعود الاتصال مرة تانية بنا هنرجع برضو نتكلم عن اداب الخطبة حضرتك قلت ان هو ما ينفعش يدخل البيوت بدون محرم فيها ايه تاني بقى من اداب الخطبة اه ان هما وهم عادين مع بعض ما ينفعش ان هي تكون لبسة سياب لا يصف جسمها او يشف اه ان هي اما هو بقى انا عايز اقول لحضرتك ان بيبقوا يعني بدون عقد في اسناء الخطبة نعم بلاقي احنا بنشوف كتير حالات ان الفتاة بتبقى متحللة من لبسها مش الفتاة بس كمان ده كمان اخوتها اه متحللين من لبسهم وممكن يخلعوا الحجاب قدام الشاب وان هو خلاص هيبقى زوج اختنا فهيبقى اخونا فالدنيا بتبقى متسهلة كده صيبة احنا قلنا معلش احنا قلنا ان الخطبة دلوقتي وعدة بالزواج ما هيش ما هو الزواج يعني هو لو عاقت احنا عايزين نصحح المفاهيم دي معلشان خطر كده احنا دايما بالنادي لا ده ممكن انا اكلم حد بقوله هو والله هي حصلت بالفعل يعني ده ده يعني مش محرم ليك حد غريب لا ده زوج هيبقى زوج اختنا او ده خطيب اختنا يعني على اساس ان هو حد ابن العيلة فعادي الدنيا يعني ببص احنا بنقول ان طبعا ده يرجع الى غياب الناس عن اصلا دروس العلم وعن تلقى العلم وعن سماع المشايخ والكلوس بين ايدين العلماء طبعا احنا في ضياع كبير جدا عن المساجد وعن دروس الدين وعن نحن نسمع عن المسائل الفقهية او حتى نسأل المشايخ يعني جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل وتقول له يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا رأى الدم او اذا رأى ماء قال نعم قال لها نعم اذا رأى الماء والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم في النقطة ده والسيدة عائشة شرحت للمرأة كيف تختسل وكيف فإحنا مشكلة ان احنا بعيد اصلا عن وقع الدين وبعيد عن الدين وناس كتير من في وقع بتاعنا دلوقتي اصبح يعني عايزة اقول ان احنا بقينا مش في انفتاح بقينا في انحلال بالضبط بقينا في الحلال اخلاقي يعني عدم معرفة المفاهيم الدينية والبعد عن الدين برضو ان احنا ما عندناش ثقافة دينية كويسة احنا بناخد احيانا ديننا منع الارصفة نعم طبعا طيب هنكمل موضوعنا لكن معنا اتصال من محمود من المينيا تفضل يا اساس محمود السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو تمحت فضلتك عندي سؤال تفضل لو واحد متزوج ومفاته كويسة جدا جدا معا نعم لكن هو عايز يعني مفرقة بالمعروف لانه مش مرتاح معاها نفسيا هل يبقى ظلم لها لا مش ظلم لها ظلم لها ليه على فضلية كويسة معايا طيب ماشي مش انت مش مرتاح نعم خلاص هتعيش معاها ليه توكل على الله فارق ما تظلمهاش انت لو فضلت معاها هتظلمه لان انت ممكن تفكر في واحدة تانية وانت معاها وده ظلم طيب احنا برضو هنجاوب على سؤال حضرتك يا اساس محمود وبشكرك على اتصالك ومعايا اتصال من اساس هناء تفضلي يا اساس هناء اساس هناء اساس هناء تفضلي تفضلي يا فندي مناسها معاك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا مادم هناك الحمد لله تسلميلي الحمد لله تسلميلي انا ما عندي سؤال بس انا بحييك على البرنامج وبقول حضرتك اتنورت الدنيا كلها انا متابعة جيدة جدا لكي وبحب برنامج جدا وبحيي شيخك الكريم ربنا يبارك في حضرتك ألف شكر وبشكرك على اتصالك وبشكرك على كلامك الجميل تسلميلي وما نحرمش من متابعتك الدائمة للبرنامج ان شاء الله طيب هنرجع ونجاوب على سؤال السيد محمود خلاص هو احنا نرجع تاني للنقطة هو سوق اختيار من الاول هو دلوقتي بعد ما تزوجها وعاش معها بيحاسس ان هو مش مرتاح معاه هو المفروض يقعد مع نفسه اصلا وقفة صدق هو مش مرتاح لي ايه السبب؟ هل مش مرتاح لشان خطر مثلا هي كويسة جدا معاه فهو عايز واحدة مش كويسة جدا معاه ولا مش مرتاح معاه لشان خطر ايه بالظلطة ما هو الشرع دلوقتي حللك ان انت تتجوز اربعة انت عايز الاولى دي مش مرتاح معاه علشان خطر سبب معين خلاص تزوج التانية طالما انت عندك المقدرة المادية والمقدرة الجسدية انت تتزوج اكتر من واحدة لكن دلوقتي انت بتقول ان انت هتظلمها لو انت طلقتها لا انت لو عشت معه بتفكر في واحدة تانية بدون ما تتزوج اصلا بدون ما تطلقها فانت اصلا ايوة معلش اعذرني بس عندي تعليق يعني احنا عندنا تقريبا الازواج كلهم ما بيحبوش مراتاتهم هو لازم برضو بيفكروا في حد تاني اتجوز تاني بس هو يطلقها ليه ما هو ممكن يكون عنده اولاد ما مش كل الازواج يعني هو عايز يفارق هو عايز يفارق هو مش معترف تيمكن بالزوجة التانية مش عارف طب ماشي ما هو يتزوج التاني انا استغربتها كلام عرضي هو دلوقتي مش مرتاح مع الاولى يتزوج التانية مش مرتاح مع التانية يتزوج التالت طب مش مرتاح مع التالت يتزوج الرابع مش مرتاح معهم الاربعة يطلقهم الاربعة ويتزوج من جديد بس هو اصلا هو لو فيه اولاد هيبقى فيه ظلم بقى للأسرة لكن هو بيقول دلوقتي انا عايز افارق يعني هو مش عايز اصلا يكمل معها خلاص طالما انت منتش عايز تكمل معها كزوجة اولى وتتزوج الثانية خلاص انت طلق الاولى عشان ما تسيبهاش كالمعلقة ولا تذروها كالمعلقة وتسيبها ان هي خلاص يعني لا هي متجوزة ولا هي متطلقة لا يا عم لان الزوجة اصلا لما بتتزوج زوجها بتصبح اسيرة عندها يعني بتكون زي المحبوسة خلاص انت لكن انت تتجوز اثنين وثلاثة واربعة لكن هي دلوقتي اصبحت مقفولة دلوقتي في قفص عندك ما تقعدش بقى انت تضيق القفص عليها اكتر لا انت حاول ان انت تفك القفص ده شوية او تطلعها من المكان ده شوية طبعا هو برضو لو يعملها بما يرد الله زي ما بنقولها تبقى الدنيا ماشية تماما هو مش لازم بقى في حب الاكن هو الود ده اللي ربنا امر به الود والمعروف والرحمة والالفة والمحبة ايا كان مش لازم الحب الكامل اللي هو متخيله لا ممكن بالود وبالمحبة وبالرحمة ربنا سبحانه وتعالى يهدي بينهم ان شاء الله هنرجع برضو ونتكمل حدثنا عن الخطبة طبعا احنا بنشوف الحفلات السخبة اللي بيتم في فترة الخطبة طبعا العريس بيرقس مع العروسة مش بيبقوا كتبين الكتاب كمان بيحصل احضان اثناء الحفلة ومسك ايد يعني تجاوزات كتير فاحنا عايزين برضو نعرف الحكم الشرع في المسائل دي ايه هو اولا الحكم الشرعي لا يجوز كل الامور دي اثناء فأول الخطبة يعني حتى ان في نهي من بين العلماء بعدم الاشهار بالخطبة وبعض العلماء قالك لا تشهر بالخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه فانت لما تشهر بالخطبة الناس هتعرف ان فلانة مخطوبة لفلان فخلاص مش هي جيلها حد تاني خلاص انتها الامر لكن احنا نرجع ونقول ان كل اللي بيحصل اصلا في الخطبة في الحفل في الرقص والغناء وا 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 كل ده اللي حيحاسب عليه اولا واخرا ولي الامر تمام خاصة ان بتحصل تجاوزات كتير جدا نعم وبيجي ممكن اثناء الخطبة تم فسخ الخطوبة نعم وبعدت كل التجاوزات دي وممكن كمان بيبقى يوم الفرح في حالات كتير طبعا كنا بنشاهدها ان اثناء الفرح بتتفشك للجوازة نعم بص هو انا عايز اقول حاجة اولا قبل ما اقول الكلمتين دول ان الدين مش تشدد مش متعصبين ابدا لأي رأي او لأي فكرة او لأي حاجة لأ الدين وسطي جميل جدا مفهوش اي صعوبة ان الدينة يسر ولن يشاد الدينة احد الا غلبة فسددوا وقريبوا الى اخر الحديث تمام بس هناك بعض الفتاوى التي يعني تجوزت الحدود وسامحت بأشياء غير مسموح بها ما هي بقى احنا بنضبط الامر ده من ولي الامر ولي الامر لازم يحكم شوية على بيته معلش حضرتك انت عارف دلوقتي انت عايش في واقع وفي مجتمع معروف جدا انت عارف وبتشوف في الشارع البنات بيبقوا بيعملوا قيمة مع الاولاد ومع ذلك بتعسر خطب معلش انت بتشوف الكافيهات والنوادي والاماكن العامة او الكرنيشات والحاجات دي الشباب بيبقوا بيعملوا ايه مع البنات ومع ذلك برضو بتعسر على الخاطب حتى لو كان رجل مما رضيته دينه وخلقه وبتعسر عليه برضو معلش مش لازم تلاتين الف دهب معلش مش لازم نيش بالحاجات المهولة اللي احنا بنشوفها دي حاجات كتيرة جدا فبعد المحافظات وصلت لخمسين الف الشباب ومية كمان وكمان دلوقتي في حاجة طلعة جديدة بقولك فيه لازم عربية مع الزوجة مش عارف ليه طب هو حضرته هيعمل ايه طيب ماشي احنا بنرجع ونقول ان اذا من جاءكم من من ترضونا دينه وخلقه فزوجوه طيب انا دلوقتي شفت واحد والتمست فيه الصلاح او شفت واحد وقلت ان هو يعني ممكن يبقى كويس ممكن ما هي ده بقى انا عندي سؤال دايما احنا بننتقد او بنعيب عن الاب اللي بيروح يخطب لابنته او الام اللي هي بتبقى ارملة بدون زوج نعم بتروح تخطب لابنتها ازاي بقى ده ازاي يعني كرامتهم بتسمح بك كده فبرضو احنا عايزين نعرف الحكم الشرع هل يجوز للأب او للأم ان هما يخطبوا لأحد اولادهم او لأحد بناتهم فيه احسن من النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام مفيش طيب ومبارك ايه المانع ما احنا دلوقتي بنشوف ان فيه ناس بيقولك ايه بابا غصبني علشان خطر اتخطب لفلان وبعد شهرين ثلاثة بنفشك للموضوع فاصبح دلوقتي الشاب ممكن يدمر نفسيا لانه ممكن يكون يتعلق بيها وممكن هي كمان يبقى متعلقة بواحد تاني علشان خطر ابوها مصر ان هو يتتزوج الشاب الاولاني او اللي هو اختره لها لا حضرتك انت دلوقتي علي عايز ابنتك تتزوج او ترتبط بانسان معين شرها خد رأيها اه اروح اسألها اه اسألها لازم تسألها لازم انت دلوقتي باي حق انت مش عايز تسألها الوحيدة الوحيدة اللي ممكن تتزوج نفسها الثيب اللي هي تزوجت وتطلقت او زوجها مات توفى عنها زوجها سبق لها الزواج ومن قبل خلاص اه ديت ممكن ان هي تزوج نفسها لكن الوحيدة اللي ما ينفعش ان هي تزوج نفسها بدون ولي هي الزوجة او البنت البكر لا زواجة الا بولي وشاهدة يعاد الزواج بالولي ليه ايه السبب ايه السبب ان الوحيدة ما ينفعش تزوج نفسها وهي بنت لسه يعني احنا سمعنا في الفترة الاخيرة ديت عن يعني حالات من الزواج العرفي كبيرة جدا اه انا بقول مع احترامي جميع الاراء وجميع مشيخنا الافاضل اللي اراءهم على عينه وراسي مع احترامي الاراءهم انا بقول الزواج العرفي لا يصح شرعا اطلاقا مش تشدد والله لا 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 تحسب ان الدين بعيد عن حب وحياه وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهواه او ان الايام ستحلو وترى الدنيا شط نجاه دينك بحر من امال شط لجميع الاحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام الاسلام جميل حقا ليس هذا هو الاسلام كل اوامره تهدين وتنادين للخير يدعون لكل طريق يدعو دوما للبر فالله رحيم رحمن يدعو دوما للبر في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه حلوا مبتسما كالنور الدين مش تعصب ولا الدين تشدد لا احنا بنقول الجواز عرفي لا يصح اطلاقا ليه هو ما بيحفظ للمرأة اي حق احنا خايفين عليك انا دلوقتي بتكلم عن اي ابنة او اي اخت انا خايف عليك انت قرورة انت جوهرة حظ على نفسك ما ينفعش ان انت تتجوز عرفي ابدا ايه المنع ان ابوك هو اللي ياخد الحق في موافقته على زواجك الولي بيبقى صاحب خبرة عنده رؤية افضل شايف الدنيا اكتر من الفتاة دايما الشباب في فترة المراقبة تبقى احلامهم وردية مش حاسين بالمشاكل لان في حد مسئول عنهم مش كل من المسئولين انا معي اتصال من فترة استاذ محمد من البحيرة اتفضل يا استاذ محمد اتفضل يا استاذ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام اهلا باهلي باهلي بحيرة اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك الله يحفظك اتفضل يا حبيبي سامي حضرتك اتفضل انا فيه واحد يتقدم لبنتي واحد يتقدم لبنتي واحد يتقدم لبنتي وجدت هو قبل ما نجروا الفتحة قلت له انا ممنوع البحاد وممنوع التلفونات انا اتصرفت خلص كده ممنوع القريب لا ممنوع البحاد واحدكم يعني ماشي والتلفونات هو يريد حضرتك تسمعنا من التلفون افضل وتبعت شوية عن التلفزيون علشان الصوت بس مش واضح فهمت السؤال هو دلوقتي يا بنتو مخطوبة الواحد فهو بقولها لا انتو متعودوش لوحدكم لازم حد مننا يكون قاعد معكم صحي كده يا حج؟ تمام حاضر يا حج حاضر اجاوب حضرتك عند حضرتك اسئلة اخرى شكرا يا سيد محمد هنجاوب على سؤالك تفضل افضلت الشيخ هو بتصرف صحي جدا كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعياتك فالابو راعن ومسؤول عن اهل بيتي مسؤول عن رعياتك انت مسؤول عن بيتك لا يصح انهم يختلوا ببعض الخلوة الا اذا كان فيه بينهم عقد كاتب كتاب بينهم عقد يحل في الوقت انهم يقعدوا مع بعض يطلعوا مع بعض طيب ولو فيه محرم يعني اختها اخوها يجوز اه عادي اه لازم محرم ما ينفعش انهم يقعدوا لوحدهم طيب دلوقتي فيه عقد خلاص ما فيش مشكلة اهل احنا برضو بنعمل حاجة كده بنضحك بيه مش عارفة على الدين اللي هو المعد بالزبط او الولد بصغرنا احنا بنضحك على بعض الدين مفهوش ضحك على بعض الدين واضح وصريح بيقولك محرم يعني حد عاقل بالغ راشد فاهم عارف يعني ايه نظرة عارف يعني ايه ايا كان يعني من من مقدمات الشهوة او غيرها تمام برضو نرجع نتكلم عن الخطبة وشروطها واضابطها واحكامها فانا كان عندي سؤال على اي اساس ان انا كفتاء وافق على الشاب اللي بتقدم لي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها واضحة وصريحة قال من جاءكم ممن ترضون دينه وخلقه فزوجوا مش عنده عربية وشالية وشالية لا اطلاقا اطلاقا على فكرة هو لو عنده دين حيبى عنده ان شاء الله عربية وحيبى عنده ان شاء الله شالية وحيبى عنده كل حاجة بس الصبر المشكلة ان احنا بناخد بمظاهر الكدابة الخداعة عنده عربية معاها شالية معاها شقة مش عارف فين ايوه احنا دايما بنقص دلوقت الزواجات على الماديات لا 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 هو عنده كام وعنده ايه لا 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 اطلاقا الزواج مش كده خالص هو انت يعني انا ممكن دلوقتي ازوج اختي او بنتي الواحد عنده مليارات وعنده بنوك وعنده 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 وبعد شهر من الزواج يطلقها تيجي تقعد جنبي حبقى فرحان بعد شهرين من الجواز حيحصل مشاكل هو ده برضو كان عنده سؤال فيه ترى هي نسب الطلاق المتزايدة في المجتمع المصري سببها كده ان احنا دايما بنبني زواجاتنا على الماديات فقط نسب الطلاق المتزايدة سواء كان في مصر او في خارج مصر بس احنا عندنا نسب تقريبا تتعدى اي مكان مهولة مهولة في اسباب كتيرة جدا خلينا نجاوب على السؤال ده بس نقدر تصلي معنا مع زرطان اميرة تفضلي يا اسزا اميرة السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن اجلت صدرت السيح مع حضرت الكفانت اللي متفضلي ازاي حضرتك؟ الحمد لله لو سمحت انا كنت عايزة اخد رأي حضرتك في حالة تفضلي الجاكي في حد هو متقدني بس يعني هو انا مرتحله جدا واعزاه استخرت ربنا كثير وانحمد لله مفيش حالة يعني تمنع بس اللي يمنع ان هو شاب بس بسيطة هعقد حاله من عيلة بسيطة جدا او حاجات من دي خالص واحنا ناس يعني المادية مرتاحية فدلوقتي بابا مش عاوز كده يعني عاوز حدا مرتاح مادية مع سرقه يعني برضو يكونكم مستوانا تمام طي حضرتك دلوقتي انا مرتاح للشب ده وعاوزه انا مش عارفة انا مش عارفة اتخالي بابا اه او مش عارفة الصرف ازاي او عن ليه فبردو عايز يا رائي حضرتك انا ممكن الصرف ازاي او ازاي ممكن اقدر اقنعه او هل كده انا لما بابا عارف بابا حاج ده حرام تمام سؤال حضرتك واصل يا سيزة اميرة واشكرك على اتصالك احنا لسه بنتكلم فيها هل احنا يعني بنقص زواجاتنا على الماديات فقط يعني اهو في حد كويس وعجبها شايفاه ان هو على خلق واخلاق وكل حاجة لكن باباها او دايما اوليها الامور لما بيختاروا لا اولادهم بيختاروا اللي هو بنسميه التكافى مش عارفة هو صح ولا مصح اللي هو لازم يبقى في مستوية ولازم كمان مش مستوية بس ده لازم يبقى احسن مني فهو ده يعني هي دلوقتي مش عارفة هو دلوقتي ممكن يكون رأي والدك صائب جدا ويكون كويس جدا بس هو ما لكيش لي ايه اسأليك ده وعادي معه براحه وقولولي يا بابا طب انا عايز اعرف دلوقتي ايه اسباب برفض حضرتك علشان خاطر نعرف احنا نعمل ايه لان انا مرتاح حالو فانا عايز افهم هل هو فعلا وحش يعني هل هو ولا علشان خاطر مديا مديا هو ان شاء الله ربنا يعني حيكرمه ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضلك يعني ممكن انا اكون دلوقتي غني وبعد الزواج بشهر يعني افقد كل فلوسي احصل لي اي حادث افقد عضو من اعضائي ايا كان فحيكون ساعتها الفلوس هتغنيني الفلوس هتنفعني مش هتنفعني لكن دلوقتي ممكن اكون انا فقير واشتغل واكتهد علشان خاطر احسن من نفسي وحسن من مستوى المعيشي وحسن من صورتك قدام اهلك لان انت مثلا تحدتي اهلك وحاولت ان انت تكوني انسانة كويسة ان انت تختاريني فانا اقدر الموضوع ده واهم حاجة ان هو يكون فعلا حيقدر الموضوع ده واتوكل على الله وبعد كده وبعد الزواج ان شاء الله ربنا حيغنين فانت عودي مع والدك واسأليه وشوفي منه هو ايه اسباب رفضه وحاولي تعالج الموضوع ده بالراحة كده وبحكمة منه سواء كان اسباب الرفض علشان خطر اخلاقياته او اهله او غير ذلك فانت برضه هتعرفي منه اذا كان باسباب المادة فانت تتكلمي معاه في النقطة دي وتحاول ان انت تفاهمين ان موضوع المادة ده ان شاء الله ربنا هيكرمه بعد الزواج وتحاول ان انت تدخلي حد من اهلك من قريبك ان هو يقنعهم ان شاء الله ربنا يوفيك وإذن الله هنا برضه عايز اقول حاجة ان احنا بنصبح في حيرة ما بيه بتاعة الاباء واختياراتنا اللي هي مش بتوافق اباءنا او اولياء امورنا طيب انا لسه متكلمين من شوية ان احنا بنطاع اباءنا علشان هم اصحاب خبره وشايفين الدنيا احسن مننا شافوا همومها وشافوا مسئولياتها فعندهم رؤية اوضح مننا طيب انا اخد برأي ولي امري ولا اخد باختياري انا هو انا مش هحط راسي براس بابا يعني انا مش هحط راسي براس والدي هو شايف ان الزواج ده لا يصلح بكل المقييس عشان خطر ايه بقى هنا النقطة وهو مشكلة ان احنا بناخد بابا رافض طيب ايه سبب الرفض مش عارفة طيب عشان ايه مش فهمة وخلاص هو رافض وانتهى ما هو برضو احنا كنا لسه بنتكلم ونقول ان دايما لما بنيجي نختار بنختار على اساس الماديات هو عنده ايه ما هو ما ينفعش بنت خالتي تبقى متجوزة واحد جيب لها عربية ومش عارف ايه وانا هتجوز واحد مش جيب لي حاجة مهمة الاباء دايما بيبصوا للحتة دي يعني عندنا حملة خليها اتعنس بسبب الماديات برضو مع ان كان فيه نجد كتير للفظ مش يعني المرأة مش شيء علشان يقاي وبيع ويشترى هو انا اقول في النقطة دي اني هي هتخليها تعنس اختك ولا مين علشان بس اني بقى فاهمي يعني انت قلت خليها تعنس اختك ولا مين ولا مثلا انا مش عارف مش هلاقي وصف للجملة او اللفظة دي خالص اوصفها بها لحد هي مش خليها تعنس خالص على فكرة يعني انت ممكن اللي تقعد وتقعد تتحصر طرعون لك علشان خطر ما تقولتش فلانا او بس كمان المغالاة مغالاة الاباء يعني هو اللفظ انا بنتقده ولكن مش بنتقد الحملة لو كانت اختارت لفظ افضل شوية مثلا اه يعني مثلا معا ضد غلاء المهور مثلا او مثلا ما فيش مشكلة عادي احنا مانع صرخت كتير وبنصرخ كتير وبنقول لا اغلاء المهور لا بالمقدار ده وبالشكل ده وبالكيفية ده تحرار بس دائما المبادرات بتختار اسم يعني خليك تقف عنده كده عشان يعمل ضجة عشان يعمل ضجة الله مستعد انا معايا احمد اتصال جديد اتفضل يا اساس احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانا اشارك محضرتكو في الحلقة اتفضل يا فندي اه طبعا على طريق المشكلة انا مش متذكر اسم لانسا بكتور محمد مكار اه اهلا بسالا يا سيد محمد اهلا بحضرتك انا صاحب محمد الله يحفظ ربنا يحضر به خير اهلا يكرمك وياوكم اه و الله يخلم انا كنت اه من فترة انا طبعا متجوز بهيلي حوالي سنة ونصف وكان بالنسبة لي كنت بدخن سجاير وحاجات كده سجاير فقط لغير فربنا اكرمني ان انا تعرفت على ناس قويسين وطيبين والحمد لله يعني تعرفت عليهم ووقفوا جمدي والحمد لله يعني قدروا معيها في الطريق ان انا بطل الحاجة دي والحمد لله ربنا اكرمني وبعدت عنها الحمد لله فدلوقتي انا طبعا كان ليا اصحابي وانفعت مع خطرت وبعد كده فترة الصوبة عدت وجوزت فبعدت خلص عن اصحابي ورجعت تاني وما فيش لا لا فهمت لما رجعتش خلص بعدت عن اصحابي عشان خطر ان انا يعني لو رجعت تاني ان انا الموضوع ده هيبقى يعني هيرجع تاني وكان انا اكده ما عملتش حاجة تمام فانا كنت اعايز اسأل بس ان الواحد ممكن يتغير عشان حد ان هو ممكن يتغير عشان حد ان هو مثلا هيتغير عشانه ولا عشان خطر ان هو مثلا عايز يتغير من جواه السؤال ده تسأله لحضرتك شوف حضرتك تغيره عشانه انا ممكن اجاب حضرتك بس مش بصغة السؤال اللي حضرتك سألته اشكرك يا سيد احمد انا هغير لك صغة السؤال وحجوك برضه هو دلوقتي بيقول ان كان لي صحاب والصحاب دول ودول طريق وبعدين ربنا اكرمه وخطر حد كويس جدا وتزوجها ويتطلع حاله للأفضل والأحسن تمام انا عايز اقول لك جملتين اتنين الصاحب ساحب الصاحب ساحب جملة دية لكل شاب الصاحب ساحب اما يسحبك لطريق الخير واما يسحبك لطريق الشر اما يسحبك لبيئة الطاعة والعبادة واما يسحبك يسحبك لبيئة المعصية والبيئة اللي مش كويسة لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يلقب الزوجة في القرآن قال وصاحبتي يعني وزوجاته حبيبته قرنته هي دية الصحبة وهي دية القرينة وهي دي الحبيبة وهي دي اللي حتعينك على أمور دينك فانا بقول لك ابعد عن الصحبة السوء وتغير عشان نفسك وصحح النية لله تبارك وتعالى وتأكد ان انت كل لحظة وكل نفس حتتنفسه من غير سجاير تأكد ان هو نفس في طاعة الله تبارك وتعالى وحتؤجر عليه ابا اقول لك اهو كل نفس حتتنفسه بإذن الله من غير سجارة حتؤجر بطاعة الله تبارك وتعالى وحتاخد ثواب على النفس ده ان شاء الله بإذن الله تمام ربنا هدنا جميعا يا ربنا نرجع وكنا بيتكلم عن المغالاة في المهور والمغالاة في أي حاجة قبل الزواج ده هو السبب بقى لنسبة الطلاق المتزيدة في المجتمع المصري؟ سبب إطلاقه هو احنا نتكلم في نقطة المغالاة أنا بوجه رسالة تقول لأب كريم فاضل من فضلك ما تغليش المهور على الناس انت دلوقتي الشباب طالع عينه وبيحاول أنه يتعلق في أشياء معلش مش لازم تشترط بقضة أطفال الأطفال اللي هو في علم الغيب لسه ما جوش انت ممكن تعمل حساب الأقضاء ما فيش مشكلة الغرفة نفسها ممكن تعمل حسابها في الشقة بس مش لازم تفرشها يطلاقها ممكن حضرتك تجيب يعني ما يكفي من أطباق ولوازم للمطبخ ممكن حضرتك يعني تجيب ما يكفي للفوط مثلا مش لازم 50 و70 فوطة بالراحة شوية يعني انت نفسك انت نفسك ما انتش حمل ان انت تشيل كل الأجهزة والحاجات دي والولد نفسه كمان مش حمل انه هو في بداية حياته متخرج من كلية مخلص جيش تعبان لسه بيبدأ حياته لسه بيشتغل مش حمل انه هو يجيب قضة أطفال وقضة صفرة وقضة نيشو قضة أمترية وقضة مش عارق مش حمل احنا الشباب دلوقتي قرب يضيع عايزين نرحق الشباب عايزين ناخد الشباب تحت أجنحتنا وإحنا كشباب أنا بقول لكل أب إحنا كشباب مش حنعرف نمشي خطوة من غير توجهاتكم ومن غير أدبكم وأخلاقكم لينا انتوا تبينونا الأخلاق إزاي نمشي إزاي نفكر إزاي نسير في الطريق على درب النبي صلى الله عليه وسلم أما نسبة الطلاق سببها إيه؟ فالأسباب كتيرة جدا أول سبب من أسباب الطلاق ونسب الطلاق أن الزوجة معلش بتتغير بعد الزواج القناعة اللي إحنا كنا نتكلم عنه بيتشال آه ما هو كمان برضو ما هو ما هو برضو هو لا إحنا ممكن نتكلم في نقطة منقول أن هما الاثنين مظلومين من ضغوط الحياة يعني هما الاثنين متوافقين فكريا تمام وهما الاثنين بيحبوا بعض وما يقدروش يستغنوا عن بعض وهي غالية جدا عليه والكلام ده بس ضغوط الحياة بتخليه غزبا عنه مثلا ممكن يرجع من الشغل متنرفز أو متدايق يعني بيخلص الشغل فترة واثنين وبيرجع بالليل تعبان فأوهما يدخل البيت ودي على فكرة يعني من وقع تجربة الحياة من الشكاوة ومن الأسئلة ومن الحاجات اللي بتقابلنا أول ما يدخل البيت يلاقي بوز على طول أول حاجة في إيه مالك ما فيش طب أنت إيه اللي مدايقك مش عمش متدايق هتاكل ولا إيه طب يعني حتى أنا لو جعان أنا نفسي والله هتتسد يعني من الطريقة نفسها معلش شي طب ما هو أنا عايزة أفهم هو سبب وإيه البوز ده إن هو طول النهار بعيد عنها ممكن يكون لسه مفيش أولاد أو الأولاد موجودة بس الأولاد مطلعين عينيها وهو طول النهار بعيد طب يتطلع بقى عليك فهي يتطلع بقى اللي جواها عليه هو فهو جاء أصلا متدايق فيقوم هو مش مستحمل فيرد عليها فترد عليه ويحصل بينهم مشكلة ومو يحصل بينهم مشاكل كبيرة بسبب إن يعني الموضوع ممكن كانت حل بنقطة وأقول برضو إن أي مشكلة مهما عظمت في بيت أي واحد الراجل ممكن يحلها بكلمة واحدة أيوة إيه هي بقى؟ لا ما هي على حسب بقى يعني بتختلف من الراجل للتاني الراجل في إيده إن هو يحل أي مشكلة أنا خدت الكلمة دي من شيخي قال من استطاع أن يسوس امرأة استطاع أن يقود أمة يحتوي أنا آه ليعرفي ماشي امرأة على مزاجه وعلى دماغه لا إحنا بندخل في مصرعات من اللي هيغلب أيوة بتحط بقى رأسها براسه لا أم أنا بشتغل زيك طب ما أنا بعمل زيك طب لا إنت آه جزاك الله خيراً بتشتغلي وكل حاجة وبتسعدي وده معروف وعلى عيني وراسي بس إنتي مش بتزليني مثلاً ولا حاجة لا يضغط الحياة أكبر مني ومنك فمنفحش أني إنت يعني برضو تحط رأسك براسي تبين بس برضو هو يراعي يعني هو ما هو إحنا منقوله هو ما إنت ما تحطش رأسك براسي معلش أنا برضو راجل البيت ده فيه راجل ما ينفعش أن أي كلمة تكون موجودة في البيت غير كلمتي أنا يعني ما هي القوامة إحنا كمجتمع شارك بنفهمها غلط ما دي إحنا عايزين نتكلم فيها القوامة ما هي القوامة هنا بتتفهم إن أنا لازم أمشي كلمتي إن أنا لازم تبقى أمر عليها على فكرة هو موضوع موضوع مش موضوع إن أنا ماشي كلمتي أو هي تماشي كلمتها يعني هي على عيني وراسي هي تاج على راسي وأي زوجة فاضلة محترمة بتقدر جزها وبتقف جنبه تاج على راسه يعني ما إحنا لما نيجي ننظر للرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هو كان بيعمل حاجته بنفسه يعني كان بيخط ثيابه بيصل شرابه تمام فعلا موجود وبيساعدهم بس مش لازم يعلن للناس كلها إن هو بيساعدها أو ما هو مش عيب إيه المشكلة مش عيب إذا كان سيد الخلق عمل كده صلى الله عليه وسلم نرجع تاني وبقول إن النقطة تاعت النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة ذكرت له حديث طويل جدا 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 فقالت له إيه يعني السيدة عائشة بتقول وقالت الزوجة هم 11 زوجة قعدوا متكلموا مع بعض فمنهم زوجة قالت إيه قالت زوجي كليلة هامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة يعني إيه بتقول زي الربيع عندنا كده آه بتقول هي جبال تهامة جبال في مكة آه تمام جبال ديت متصفة بالنهية في الصيف بتكون مرتبة وجميلة وفي الشتاء بتكون دافية وحلوة فهي بتوصل في زوجها وبتقول زوجي عامل زي الليل ده بين الشتاء وفي الصيف لما بيقعد معايا وقت كده اللسانه حلو والسانه معصول فأيام الخطبة كان حضرته بيقول كلام معصول وهي مبسوطة بالكلام ده وقول لها بحبك وحشتيني وواواواواوا الكلام ده كله بعد الجواز اتحول ما عادش موجود فهي لدلوقتي أصبحت مفتقدة للكلام المعصول ده فالزوجها دي بتصف وبتقول أن زوجها كان عامل يعني معسل كلامه جميل جدا يقعد معاه تقعد معاه ما تزهقش منه ما تزهقش من كلامه ما تزهقش من حديثه ما تزهقش من شكله ما تزهقش من رحته وكمان لما بععد أتكلم معاه بيسمع مني وبيسمعني وبيعرف أنا عايز أقول إيه وعلى فكرة لو هو كمان عارف الحديث وعارف أنا عايز أقول إيه بيسمعني للآخر علشان خاطر يحسسني بوجودي لأن أنا محتاجة أتكلم معاه فبتقول زوجي كليلة هامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة ما بزهقش منه وما بزهقش من كلامه وفي زوجات تانية كتير قالوا من كلامه بس ده أفضل حد فيهم آه ده كان أفضل حد فعلا في الزوجات وعشان كده نادر يعني واحد من حداشر هو لا كان في كذا حد ده فيه كمان زوجي زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المهالك قليلات المبارك إنت سامعني أخوة لا ده إحنا عشان نتكلم عن الحاجات دي نحتاجين حلقات مش حلقات فأنا كان عندي بس سؤال ورد على الصفحات الشخصية كان فيه أخت بتقول أن هي عايزة تعرف حكم الشرع في زوج مش عاوز يرد زوجته إلى بيته وهي تركت المنزل من سنتين وهو مش بيصرف لعليها ولا على بنتها نعم فعايزة تعرف هي طبعا جلسة عند مامتها فحكم الشرع في الزوج ده إيه؟ ترفع قضية خلح طيب ما هي لو عايزة ترفع قضية خلح ما كانت ترفعتها بس هي واضح إن هي عايزة تربي بنتها مع زوجها طيب ماشي ما هو مش عايزة يتستحمل وتعود يترفع قضية خلح وترد عليها حديقة ويترفع قضية نفقة وحيصرف برضو على بنته غصبا عنه مش بمزاقه تماما للأسف الشديد إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا بس أنا في الآخر عايزة أقول حاجة كده بسيطة إحنا بلاش نوعد بحاجات إحنا مش هنقدر نعملها بعد الزواج وبلاش إحنا نعيش الحياة الوردية في فترة الخطوبة لإن الدنيا مش بس حياة وردية ومش كلام معصول ومش خروجات ومكالمات في التليفون للدنيا دي حاجات كتير جدا منها مسؤوليات زي مسؤولية الولاد المشاكل الاقتصادية ما بعد الزواج لازم الحاجات دي كلها نحطها في الاعتبار وفي الآخر بلاش إحنا نظهر بمظهر يعني أحسن بكتير من اللي إحنا عليه لإن إحنا كلنا في النهاية بشر والبشر كلهم نواقص ما فيش حد كامل إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو كان نفسي أختم بدعاء لو تسمحوا لي بس أنا بشكركم مشاهدينا وانتظرونا في حلقات جديدة وبرنامجكم هذا ديننا وخلونا نختم بدعاء مع فضلة الشيخ هترككم معام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم احفظ مصرنا من كل سوء اللهم احفظ مصر من شر الأشرار اللهم احفظ مصر من كيد الفجار اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم احقن دماء المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان برحمة منك يا أرحم الراحمين اللهم طهر مصرنا ممن يريد قتل شبابها اللهم طهر مصر ممن يريد قتل شبابها اللهم طهر مصر ممن يريد إراقة دماء أولادها بمن وكرمها